مسكني من شعري وجهة سكب وجهة المشكلة كان بيسكب وبيضحك في هذه الملامح تتلخص معاناة آلاف نساء اليمنيات إلى أن نصف الأكثر وجعاً من معانتهن يظل حبيس جدران المنازل الشابة العنود حسين شريان البالغة من العمر 19 عاماً ضحية العنف المتنامي ضد نساء في اليمن خصوصاً في سنوات الستة الأخيرة جراء الحرب بدأت قصة تعنيف العنود قبل سبعة أعوام بعد تزوجها عنوة وهي في الثانية عشر من عمرها مع تفاقم ظاهرة تزوج القاصرات في بلد يتربع على قائمة الدول الأكثر من حيث الزواج المبكر تلقت الكثير من التعنيف الأسري لفترة تزيد عن ثلاثة أعوام من زواجها التي وصفته بالجحيم حتى انتهت مأساتها أو هكذا ظنت بعد حصولها على الطلاق وبعد أربعة أعوام من ذلك قاب طليقها بصب مادة حمض الأسيد في وجهها ما أدى إلى فقدانها إحدى عينيها وتأكل نصف ملامحه تارك الندوباً ظاهرة في وجهها وندوباً أعمقاً لا ترى في داخلها وكغالبية النساء اللواتي جبلنا على القهر في اليمن لم تستطع العنود مواجهة عنف طليقها سوى برفع يدها لحماية عينها الأخرى عسى ترى بها العدالة يوماً ما الحديثة لاقت سخطاً شعبياً كبيراً ونشر الناشطون مأساتها مطالبين بالعدالة العجلة في حين لم تقم السلطات التابعة لمجيشي الحثي حتى الآن بإلقاء القبض على الجاني لتبقى هذه الحكاية ككثير من سابقاتها تحت احتمال النسيان بحكاية أخرى ترجمة نانسي قنقر